في كتاب السيرة السينوية الشيخ عبدالله جهاما ليه مقولة وما أجمل يعني شيخ مجاهدي سيناء الآن هذا الرجل البطل قال لي عبارة ما بين قوسين أسردها وأصغها أمام حضرتكم أن الفراغ مغري يجب أن نملأ سيناء يجب أن نعبر ما كانت المعابر إلا للعبور وما كانت الشرايين إلا للحياة يجب أن نعبر سيناء من غرب مصر زي ما نحتفل بأكتوبر نحتفل هناك نحتفل في الأرض اللي مات عليها الشهدة الشيخ عبدالله جهاما رئيس منظمة سيناء حاليا لكنه كان سنه 25 سنة سنة يوم 5 يونيو 67 هذا الرجل مباشرة يعني قام بدورين قال لي أنا أسمت أنا وشباب سيناء شباب العريش لما شفنا ارتداد عناصر رجالنا من القوات المسلحة من الشرق ناحية الغرب كان بيستضهم أو بيتم استياضهم من خلال الطيران الصهيوني وهكذا فكان عليه هو والشباب أمرين الأمر الأول تجميع آمن وإيجاد مأوى لهؤلاء الجنود والضباط ده أولا بعيدا عن أعين أو عين وسمع القوات الصهيونية الأمر الثاني بعد ما إيجاد مخرج لهم عبر ملاحات بورسعيد إلى شرق إلى غرب القناة وده ساهم بشكل كبير جدا في إعادة تجميع قواتنا وعدم يعني والحفاظ على أرواحهم وشيء من مؤدتهم اشتركوا في القناة